لما نكتب الدستور مشاركنا في عملية كتابة الدستور إلى أن دخلت الأمم المتحدة وضغط دولي وكذا واختاروا 15 شخصية من الطرف السني تكون ضمن الجمعية الوطنية مخصصة لكتابة الدستور ليس جزء من الجمعية الوطنية أنا كنت واحد من الـ 15 في حين وكنت أشهد الأحداث والتصورات والأمور الموجودة كان أكو مجاملة أولا مجاملة خلا أحكيها بصراحة للجانب الكردي باعتباره بنا نفسه وبنا وجوده وأملى من ضوابطه ومن شروطه ومن ما يريد باعتبار الجيم سيطر في فقرات الدستور وعلى ذلك تم تأسيس النظام الفدرالي كواقع حال التسليم بإقليم كردستان الجانب الشيعي كان جانب خايف من القادم من الأيام خايف من السلطة خايف من انقلاب مجدد باعتبار ما حصل في المرحلة السابقة من ممارسة هو حط قيود وضوابط في الدستور ينسى أنه هو القابض على السلطة في المستقبل يعتقد أن القابض على السلطة سيعود كما كان ولذلك قيود كبيرة أولا صلاحيات رئيس الجمهورية صلاحيات مهمشة صلاحيات رئيس الوزراء نظام برلماني ليس نظام رئاسي أو تنفيذي من يتخذ القرار بالأغلبية وبالثلثين كيف يعدل الدستور لا يعدل إلا بعد مضي ثمان سنوات وبعدم معارضة هذا كل خوف عند الشيعة كل خوف أنا أحكي لك بصراحة ليش لأن في وقتها ما كان أكو ثقة تامة على أن الشريك الدولي اللي ساهم في كتابة الدستور سيلتزم العملية السياسية والذين وضعوا الأسس لبنائها قادم الأيام تقصد بالشريك الأمريكان بببط الجانب السني جانب متمسك بالماضي يعتقد أن المركزية هي الأساس ولا يؤمن إلا بشيء اسمه دولة وبالتالي لا يفهم شيء اسمه فدرالية ولذلك كنا الـ 15 واحد حينما نأتي على الباب الذي يتحدث عن الفدرالية وتقسيم السلطات نقوم ما نناقش نطلع من الجلسة ليش؟ لأنه نعتبرها أقرب للكفر بالحديث عن حالة شاذة في المجتمع ما كنا نستوعبها زين؟ إلى أن حصل الذي حصل ثم مضت 10 و 15 سنة و 20 سنة حتى يظهر من يظهر يطالب بأقاليم أخرى سنية لاحظوا العكاسة؟ يعني ما كنتم تتوقعونه من كارثة قد حصلت؟ ما كنا نتوقع من موجود نزعة انفصالية قد يتلاش على ضقها البلد والصراعات الموجودة بين الأطراف فعلا حصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر